موسيقى على الرغم من ابتعاده عن الأضواء من سنوات عدة سبقت الثورة إلا أنه كان حاضرا في قلوب الحلبيين لا يذكر اسمه إلا ويذكر البطش هو عصى حافظ الأسد الغليظة التي وجهها لأهالي حلب لتأديبهم أيام الثمانينيات استخدم بطشه وعلاقاته لتطويع المدينة الثائرة أنذاك طوع سطوته لخدمة الأسد الأب ولكسب المال عبر سلسلة من العلاقات المشبوهة والصفقات الفاسدة التي كانت تصب عنده أو عند أحد من أقرانه عمر حميدة رئيس فرعي أمن الدولة بحلب القادم من مرتبات سرايا الدفاع والذين دبه رفعة الأسد لتنفيذ مهمة ربما كانت من أصعب المهمات آنذاك أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من ثنايا الخبر وأرحب بضيفي الأستاذ حسام جسماتي كاذب والصحفي أهلا وسهلا بك أستاذ حسام مشاهدين الكرام مات عمر حميدة ولم يمت الرعب منه في قلوب من عرفوه فكان رجل النظام الأقدر على تطويع المدينة الثائرة في الثمانينات لمعرفة المزيد عن هذا الرجل نتابع التقرير التالي قدر المجرمون أن يموتوا بلا حساب فيكون موتهم قبل عقاب محاكم الدنيا رحمة لا يستحقونها بظروف وصفت بالغامضة توفي العميد عمر حميدة أحد أعميدة نظام الأسد في مدينة حلب والمسؤول عن ارتكاب جرائم تعذيب وتصفية بحق المدنيين السوريين فمن هو عمر حميدة الذي ودعته حلب وسوريا باللعنات وتفاعل الكثيرون مع وفاته بعبارات تستذكر سجله الإجرامي ولد حميدة في حي باب النيرب بمدينة حلب ارتبط اسمه بجرائم تصفية وأساليب تعذيب لا تخطر على بال بشر بحق معتقلي مطلع الثمانينيات حميدة رئيس فرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد في مدينة حلب لنحو عشرين عاما يصفه أهالي المدينة بأنه ثالث أقذر شخصية مرت على المدينة بعد اللواء مصطفى التاجر واللواء حسن خلوف لحميدة تاريخ أسود وسجل حافل بتعذيب وقتل مئات المعتقلين أمام أهاليهم بأساليب وحشية في أقبية فرع أمن الدولة ولا سيما أحداث الثمانينيات والمتمثل بسحل وتعرية المعتقلين وتعذيبهم أمام ذويهم وخاصة النساء إضافة لإرسال المئات إلى سجن تدمر العسكري ذي الصيط الدموي بحسب شهادات أهالي حلب لموقع زمان الوصل من أساليبه قطع بعض أعضاء المعتقلين لانتزاع اعترافات بشكل قسري وتعليقهم عراتا لوقت طويل أمام أهاليهم إلى جانب اغتصاب النساء لإجبار المطلوبين على تسليم أنفسهم ومن جرائمه بحق المعارضين قيامه بقطع طرف لسان امرأة في حلب تدعى مديحة وتعريتها من ملابسها وتعليقها بالسخف من يديها المكبلتين خلف ظهرها وكل ذلك أمام أخيها يعتبر حميد أول رجالات الأمن الذين طبقوا فكرة الرهائن أي القبض على النساء والرجال من ذوي المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم واستمرت سطوته حتى بعد سنوات من قمع انتفاضة الثمانينيات حيث استخدمه النظام مجددا من أجل ضبط القوى العشائرية في حلب وتطويعها بشكل كامل مطلع التسعينيات بدأ بالسيطرة على سوق التهريب وتجارة المخدرات في حلب وإشراك أولاده وبعض أقاربه في ذلك وظهر اسمه مجددا مع تزايد عمليات ضبط شحنات المخدرات والحشيش المصدر إلى الخارج عن طريق موانئ النظام ومعابره البرية ما سمح له ببناء ثروة كبيرة تضاف للثروة التي جمعها من ابتزاز أسر المعتقلين السياسيين اليوم يضاف حميدة إلى عشرات الضباط الكبار في نظام الأسد الذين تم التخلص منهم بطرق مختلفة بهدف تمس جرائمهم وإخفاء الأدلة التي تدين النظام في حال تمت إحالته مستقبلا إلى المحاكم الدولية مرة أخرى ورحب بضيفي في الستوديو الأستاذ حسام جسماتي كاتب وصحفي أهلا وسلام بك أستاذ حسام أستاذ حسام قبل أن نتكلم عن شخصية عمر حميد ودوره الأمني في مدينة حلب نريد أن نتعرف عن الوضع العام عن الجو العام في مدينة حلب قبل انتفاضة الثمانينات كيف كان الوضع في مدينة حلب الوضع الأمني والمناخ السياسي في ذلك الوقت الحقيقة حلب كان دوره السياسي ودوره بالحياة العامة السورية متراجع ابتداء طبعا من ما يسمى ثورة آذار 63 وسيطرة البعث على السلطة واختفاء الأحزاب التقليدية اللي كان أهم بحلب حزب الشعب ولكن بالرغم من ذلك يعني لم تصل المدينة إلى الإفلاس من السياسة أو من التطلعات أو الحراك يعني راح حزب الشعب ولكن قواعده الميول نحوه شعبيته اللي صارت خافتة وغير فاعلة لساتها موجودة في بحلب مؤسسة دينية قوية في حركة إخوان مسلمين قوية تاريخيا بحلب لما طلع من الإخوان المسلمين تنظيم الطريعة اللي بلش يعمل عمليات عسكرية بشكل مستقل كان أحد فروعه الهامة بحلب بحلب كان فيه تيار ناصري قوي ونحن نعرف مثلا هاي الكلاسة اللي هو يعني كان يتسم بأذي الصفة بحلب فيه أكراد مهاجرين إلى بعض أحياء كبيرة نسبيا بالأشرفية والشيخ مقصودة كمان كان بلش حراك سياسي بحلب فيه تجارة قوية فيه صناعة أقوى فيه حرف فيه أقريات مسيحية متعددة فيه حركة فرانكوفونية قوية يعني كانت حلب متراجعة مثل ما تراجعت كل المدن السورية ولكن لسه في بقايا ملحوظة من حياة اجتماعية وسياسية لكن كيف كان الوضع ابان تعيين عمر حميدة الرئيسة لفرع أمن الدولة تحديدا يعني بالثمانينات تمام هو تعيين يعني أول الثمانين فمننقول كيف كان الوضع بأواخر السبعينات الحقيقة قال انتفاضة انتفاضة الإسلاميين اللي حصلت يعني أساسا عام 79 اجتثبت يعني معظم الرأي العام الحلبي أنا بتقديري كانت ما كثير واضحة الحدود بين العسكريين والسلميين والجهاديين والكذا ويعني يبدو انه الحلبيين يعني بقسم كبير من حالتهم العامة وجدوا في أي حدا منطفة ضد الأسد انه هو البطل تبعهم في ذلك الوقت وكان لها القصة مداخل كتير يعني عبر المشايخ عبر النقابات عبر الناس تؤيد عمل العسكري عبر الناس تؤيد عمل مسجدي عبر التجار اللي أضربوا فكانت مدينة يعني منتفضة فكان الرفض من نظام البعث لحكم الأسد هو السمة العامة نعم 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 ولذلك تم اختيار شخصيات لضبط هذه المدينة أمنياً أحد أهم وأبرز هذه الشخصيات الشخصية التي نتحدث عنها اليوم عمر حميدة يعني على ماذا تم الاعتماد حين خطير هذا الرجل ما هي الصفات التي يتميز مها من أين أتى عسكرياً؟ تمام هو هذه الفترة كانت فترة كمان علام فترة تغول رفعة الأسد على الدولة من داخلها فكان يعني حاول يحط رجاله في أماكن مختلفة من أجهزة الدولة سواء العسكرية أو المدنية أو حتى قطع دراسات العليا أو أي شي فكان أحد فرأسه في ذلك الوقت هو جهاز المخابرات العامة جهاز المخابرات العامة تاريخياً هو أقرب لأنه يكون جهاز مدني يشتغل مع متعاقدين بيأخذوا صفة ضابط بطريقة إدارية معقدة بس هنه من ضباط عسكرت جهاز المخابرات العامة اللي هو معروف بأمن الدولة صارت تتزايد بالسبعينات ورفعة الأسد كان حيطت عينه على هذا الجهاز أنه يحط فيه ضباط موالين لأله فهو الحقيقة عين بحلب قبل عمر حميدي عين ضابط اسمه علي سعد الدين ولكن هذا الضابط كان يعني بين المابر والحلبين كان في منتهى الشراسة وكان دائما مخمور وعلقته بمدينة صارت كثير سيئة وكان فيه مثلا مجال للتفاهم مع فعاليات أهو ما استغله قضى هذا الرجل بحادث سير لأنه دائما مخمور فأتبعه رفعة الأسد بشخص آخر من جماعته اللي هو كان ضابط عنده بسرايا الدفاع اللي هو كان مقدم جديد لهو عمر حميدي عوامل اختيار عمر حميدي يعني ترجيحا هي أنه من حلب من المدينة نفسها يعني قادر على تفاهم معه قادر على الوصول حتى أمنيا يعني مداخله ومخارجه بالنسبة لرفعة الأسد يمكن ما كان كتير عنده خيارات أنه شقد عنده ضباط حلبية بسرايا الدفاع لحتى يبعثهم زائد يمكن خلفيته لعمر حميدي اللي هي يعني عشائرية أسرية اللي هي يعني أنه له عزوة ممكن يستخدمها ممكن تحميه ممكن كذا كمان كان إلى دور أظن بالترجيح أيضا يعني ما يقال من أنه في نشأة مبكرة جدا لعمر حميدي بأجواء إسلامية بأثناء يفاعته ربما أنه يعني بيعرف كان ضمن الصفوف العمل الإسلامي في ذاك الوقت؟ لا لا بس أنا في يعني شخص كان من الإخوان المسلمين في الخمسينات لما كانوا حزب علني فكان هو شخص بوقتها يعني في ذاك الوقت عمره 13-14 سنة وكانوا الإخوان يعملوا شغلي بسموه جواله يعني ما يشبه العمل الكشفي بس إله طابع إسلامي فهذا الشخص كان أفرجيني مرة صوره الشخصية فقال لي أنه هذا أنا هذا بتعرف مين يعني هكذا شخص ولد يعني حط يعني هاي السيدارة ويمكن كانوا لابسين شورط أو ما يشبه الشورط أو شغلي من هذا النوع عمره 13-14 سنة قال لي هذا عمر حميدي فيعني أنا بناءا على هاي قبل أن يتطوع في الجيش بالضبط بالضبط أنه في نشأة وقته كان يعني يعني حزب علني وكان في كثير ناس تدخله هيك وتطلع منه طيب اسمح لي أستاذ حسام مشاهدين الأكارم سوف نعود لكم لكن بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يتعقد الواقع وتتشابك الخيوط دول تسعى لتنفيذ أجنداتها في سوريا وصاحة الحرب ليست عسكرية فقط بل تمتد إلى الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية سأكون معكم أسبوعيا أنا ألاء صبرة في برنامج العمق السياسي على قناة حلب اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسلام بكم مع عدد من زملائه الملف الأمني للمدينة في أصعب ظروفها مرة أخرى أرحب بضيفي الأستاذ حسام جزماتي كاتب وصحفي أهلاً وسلام بك أستاذ حسام أستاذ حسام تكلمنا عن بدايات وكيف تم تعيين عمر حميدة في مدينة حلب اليوم كيف أدار عمر حميدة الملف الأمني في مدينة حلب الحقيقة يعني الملف الأمني بمدينة حلب ما كتير طول بعد استلام عمر حميدة يعني بتقدر تعتبر أنه كان عليه مهام ثقيلة بالـ 80-81 فقط اللي هي قمع هذا الحراك وخاصة الجانب العسكري منه هلأ بعدين صارت مهام الأجهزة الأمنية في حلب هي حراسة الخوف وأنه تعمل شغل وتشارك الناس وأحيانا تجيها مهام أمنية مثل يعني مثلا حملة 7-80 عن بعد الاعتقالات حزب العمل الشيوعي حملة ضد الناصريين قصر حرب الخليج حملة ضد حزب التحرير بتسعة وتسعين يعني بتلاحظ كل كم سنة عندهم حملة تجاه يعني عدد من الأشخاص عشرات أو مئات وباقي يعني توسيع دقرة الاشتباه ويستلموا تقارير من هذا برفيقه بالوظيفة ومن هاي بمديرته لكن أستاذ حسام إذا أردنا التركيز على يعني هذان العامان 80-81 عامان مهمان في تاريخ مدينة حلب يعني كيف تعامل فرع أمن الدولة أو الأفرع الأمنية بشكل عام مع من كان يشتبه بانتماؤه لأحدى التيارات السياسية كان أخوان مسلمين أو كما تفضلت حضرتك بعض التيارات الشيوعية في ذلك الوقت يعني طبعا القمع الأساسي كان مرجح تجاه الإسلاميين طبعا تعمل بوحشية ولكن يعني عمر حميدة حاول ولسيما في هذول السنتين أنه يعني يتصرف في بعض الأحيان يعني وجه محلي كشيخ ابن البلد يعني معنا شيخ عربي أوسين وكذا أنه بعض الأحيان يقول أنه نحن أخوتكم أنتو أخوتنا تعون تفهم وكذا ولكن كان يبطن دائما القمع والوحشية وفيه يعني أحداث ذكرات لما يعني قاله للشيخ محمد الحجار أنه بدي ابنك دقائق بشان أحلله وضعه وكذا وهيك وراح الشاب وما عاد رجع نهائيا يعني وهذا سلك أكثر مرة من قبل المرحمي دي ولكن كان يحاول بهدول السنتين بشكل عام كان يعتمد على علاقاته الاجتماعية وخلفيته العشائرية في تطوير المدينة نعم نعم علاقاته يعني العلاقات اللي يمكن يوصل عبر علاقاته لأنه كان سابقا ما هو موجود بحلب لو أطويل يعني بالسرايا بس يعني حلب ليست مدينة شاسعة جدا وكمدينة بتقدر توصل بسهولة من شخص لشخص فكان يعتمد على هذا الشي ولكن باطن الأمر كان القمع وكان يعني إجمالا مثلا أنه يحمل القمع الشرس والوحشي والعاري والكذا لحد تاني مثلا كان بوقت رئيس قسم التحقيق بالفرع اللي بسموه ألف وزي أنه هداك جلاد يعني هو فعلا مثلا بقياس المجرمين هو جلاد أكتر من أمر حميدة فأمر حميدة يحتفظ لنفسه ببعض الوجه الاجتماعي والمحلي والكذا غير مفيد للحياة يعني ممكن يطالع حدا بالأخير إذا كان فعلا ما علي يعني أي شبهة أما أي حدا المجتمع فيه خلاص نعم حضرتك في إحدى المقالات ذكرت أن تحالفا بين عمر حميدة ومصطفى التاجر هو من أمن مدينة حلب بما معناه يعني أمن مدينة حلب وجعلها مدينة مطوعة لنظام الأسد كيف تم هذا التحالف وربما هناك علاقة مصاهرة بين تماما يعني صارت علاقة مصاهرة يعني التحالف يعني بدأ يعني قبل ذلك وتوج بمصاهرة أنه ابن التاجر أخذ بنت حميدة الحقيقة يعني الجهازين كانوا في حال التنافس بكل سوريا كان في غزو من قبل الأمن العسكري بقيادة علي دوبال مواقع يعني نفوذ أمن الدولة بس بحلب تعاون هدول الشخصين الحقيقة كانت يعني يمكن بلش تعاون مضطر لأنه يعني المدينة أكبر بتنوع أو بغنى أو بجغرافية أو بريفة أو كذا أكبر من أن يسيطر عليها يعني فرع واحد وكان لسه فرع الأمن العسكري لم يشتد عوده طبعا قمعيا شغال يعني بس لم يشتد عوده على مستوى معرفته بالمدينة ضبير الناس عدد المندوبين تبعه يعني احتاج إلى تعاون مع فرع المخابرات العامة وهذا التعاون يعني أسمر علاقة طيبة جدا بين الشخصين وأسمر تطويع للمدينة نعم أستاذ حسامي يعني عمر حميدة وغيره من رؤساء أفرع الأمن كما ذكر العديد وذكرت حضرتك ربما في مقالات كانوا يعتمدون على شبكات من الفساد أو شبكات من العلاقات من أسرتهم أو من أبناء حيهم يعني يصنعون من خلالها شبكات فساد وصفقات فساد يستفيدون منها مؤخرا كيف تم أو كان يتم ويدور هذا الأمر الحقيقة يعني منرجع لشغلة أنه الأفرع الأمنية ما عاد عندها شغل أمني جدي بهذه السنوات فيعني صار الشغل يمكن الأهم عند أي رئيس فرع أنه يعمل علاقات تجارية وشراكات وابتزاز وكذا تقليديا كانت الجمارك والمنافذ البرية في حلب من اختصاص المخابرات العامة فهذا الشيء بيجعل أنه المنطقة الحرة يلي بتوصل منها البضائع على حلب يعني حتى إذا وصلت من المرافق باستيراد بحري أو إذا وصلت من تركيا بالمنافذ المجاورة هاي بدها تصب في المنطقة الحرة وهون كان النفوذ يعني لمفرزة أمن الدولة من جهة ولا يعني أخوة عمار حميدي أولاد أخوته وكذا وهيك إضافة لا يعني ما يفتح من علاقات بالوسط التجاري اللي الحقيقة يعني كان أحيانا هو يبادر يعني يعني مو دائما أنه يعني مفترض أنه قام الأقارب أو عناصر عمار حميدي بإجبار التاجر على الشراكة أو دفع أخوة أحيانا هو يبادر الواحد من أجل أنه يعمل علاقة بالضبط ويحمي نفسه أو كذا أو هيك وبنفس الوقت عمار حميدي كان بنى علاقات في أجهزة مختلفة من الدولة وكان بنفس الوقت يدفع كثير وصاحب أياد بيضاء كما بين أوسين على عدد من المسؤولين والهدايا لا تنقطع وكذا فكان يدير أموره بنوع من الخبث نعم لكن نشأة الرجل كان من رجال رفعة الأسد لم يؤثر هذا الموضوع على علاقته بحافظ الأسد مؤخرا بعد أن استتبى الأمر لحافظ الأسد هو المفصل الأساسي بال84 بال84 إذا كان انحاز رجال رفعة إليه إلى رفعة فخلص هذا مستقبل انتهى أما أنه كل الناس اللي جابوا رفعة على أجهزة السلطة يقدر يشيلهم حافظ أسد لا يقدر لأنه عداد كبيرة فمن أتى بهم رفعة ثم نحازوا إلى حافظ أثناء الصراع أعتمدوا أعتمدوا لكن يعني في مرتبة أقل من الأشخاص يعني هذا غالبا غالبا وهكذا كان عمر حميد أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسام جزماتي كاتب وصحفي سوري أهلا وسألن بك والشكر موصولا لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من سناء الخبر والتي تحدثنا فيها عن الشخصية الأمنية الأشهر في مدينة حلب عمر حميد والدور الذي لعبته هذه الشخصية في إدارة الملف الأمني في مدينة حلب بنتم بحظ الله ورعايته كان معكم بشهر حاوي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر